أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أكد أن الدولة تتول اهتماما كبيرا بملف المياه باعتبار المياه أحد أهم أدوات التنمية على مختلف الأصعدة والتي تسهم في تحقيق رؤية بصر عشرين ثلاثين جاء ذلك خلال استعراضه بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة حيث استعرض وزير الري محاور خطة عمل الوزارة المعنية بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية حيث تتضمن عدة برامج فرعية هي تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الإفريقي وترشيد استخدام مياه الري وحماية الموارد المائية وتحسين إدارتها وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه إلى جانب تعزيز الإدارة والحوكمة المائية فضلا عن تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري واستدامة قطاع الموارد المائية